مرحبا بكم في سحة مغ موضوعنا اليوم هو التغذية السليمة خلال نهار العيد في رأيكم لازم تتبعوا خطوات باش تكون عندكم تغذية سليمة وتحافظوا على صحتكم نهار العيد اكيد هاتشي صحيح بعد الامتناع عن الطعام اكتر من 15 ساعة في النهار خلال شهر رمضان ان بعض الناس يفتتحوا عيد الفطر بوجبة تقيلة ترهق المعيدة وتصيبها بمشاكل كما عسر الهضم يعني الانديجيسيون ولا الالتهابات عيد الفطر المبارك من اهم المناسبات لتتميز بتناول كل اصناف تعل الحلويات وهذه الأطعامة تحتوي على نسبة عالية من السعارة الحرارية والكربوهيدرات والدهون والافرات في هذه الأطعامة قد يصيب الناس بزاف بالطرابات في الجهاز الهضمي ويدر لهم مشاكل كما التلبك المعاوي عسر الهضم الانتفاخ الاسهال والقي باش نتحصلوا على تغذية سليمة بعد رمضان ما عليكم غير تتبعوا الخطوات اللي راح ينمدولكم لازم عليكم الحذر من التفريط في تناول الحلويات كلوا الماكلة تدريجيا عدم الإفراط في تناول الأطعامة التأسيمة عدم تناول القهوة اسوقتوا ما تتكيفوش على الفراغ تناولوا وجبات محددة في وقتها وتناولوا الخضرة والفاكية قد ما قدرتوا تاني اشربوا مشروبات تكون دافئة وإيفيتي والمشروبات الغازية بزاف إن شاء الله تكونوا سفدتم معنا من المعلومات اللي بنتين لكم سيوا تشدوا روحكم على بنابل اللي كامل راكم توحشين الحلويات لكن عندكم كامل الوقت باش تكروا اللي حبي عاود يشوف الحساتي اليوم يلقاها سويغ انترنت ما بقى لي غير نقولكم عيد مبارك إن شاء الله تهلاوا في صحتكم وصحة ولادكم وسلام اشتركوا في القناة